مرحبا ايزائي ومتابعي قناة بلين بعين عربية الفيديو مات اليوم هو الانستجرام وتحديدا كيف راح نضيف اغنية في ستوري الانستجرام حبيت عملكم هذا الفيديو لكن قبلها اتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك بالقناة انه يشترك بالقناة ويشعر الجرس ولايك للفيديو وخلي يدخل من داخل الانستجرام اشرح لكم بعد التحديث الجديد صار نقدر ننشر بعض الاغاني بدون يعني ما تظهر اسمها فقط يظهر الموسيقى فاشي كلش حلو ورح ندخل على الانستجرام داخل الانستجرام اشرح لكم الطريقة تنشر اغنية في ستوري الانستجرام ورح ندخل على الانستجرام وهذا حساب ديار ونتر سلاش كاجي ال ايدي وحثيني ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة بعد رح ندخل على علامة الموجب ورح ندخل هنا ثالث خيار ستوري رح تختار اما صورة من الستوديو واللي نفرض نختار هذه الصورة او تقدر تاخذ عادي وحدة هنا هذه الصورة هنا رح تشاهد عندك هذه الايكونة هنا الكتابة وهذه الايكونة رح تدخل نرسل اي اغنية رح ندخل هنا ثالث ايكونة رح تلكي عدة خيارات هنا الموقع هنا مينشن الهاشتاك وهنا ميوزيك رح تظهر عندك الموسيقى اللي موجودة تقدر تبحث هنا عن موسيقى وفي بعض الاحيان انت تشاهد اي ريلز وعجبتك موسيقى فرح تخزنها ورح تبقى هنا مخزونة سيف رح تدخل عليها رح تظهر هنا هذا واحد هذا الثين رح ناخذ هذه الموسيقى او هذه الاونية عفوا بعد ما كبست على هذه الاونية رح يظهر عندك هنا موسيقى يعني فقط موسيقى تقدر تكبس عليها كبسة ثانية رح يظهر عندك هنا الخيار وكبسة لخ رح تظهر كلها ويا يعني من الشغل رح تظهر بهالصيغة هذه طبعا شي كلش حلو هذي موجودة وتقدر ايضا انت تتحكم بيعني الوقت وهنا بالاسفل رح تشاهد ايضا هنا رح يعلمك تقدر من هنا وتقدر بالاعلى تبقى انت وراح مثل اذا كبست هنا مثل ما تشاهدون بالاسفل وهنا بالاعلى فها قدامك خيارين ايضا اذا كبسنا هنا بالاسفل رح تشاهد الوقت تقدر من 5 ثواني الى 15 اكثر شي 15 وممنوع تاخدون اي موسيقى من خارج الاستوديو هذا اللي حبيت اشرح لكم اياه عن هذه الطريقة تريد بداية الاونية او نصفة او نهايتها فقط تقدم وتأخر رح تزيد واتقل حسب ما موجود تقدر انت ايضا تقدر تصور ستوري تصوير مباشر وتقدر تنشرها واضيف الاونية قبل ما انه الفيديو فقط حبيت اشير بعض المعلومات المهمة ممنوعة تدخلهم بالسياسة للاسف كثير حسابات ده تروح ده توصلني وما رح تقدر ترجعها لانه تنشر منشورات يعني الحاليين الوضع الحالي ما يسمح انه تنشرها تحياتي لكم ومع الف سلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا